طيب الواشنطن بوست فاكرين الاسبوع اللي فات استعرضت معاك وتقرير مهمة اوي الواشنطن بوست كان بيكلم على تسريبات لوثائق ان السيسي بيحاول يصنع 40 الف قضيفة مدفع او صاروخ لروسيا وانه في مشاكل كبيرة وكلام زي كده وبعد ما رشلنا الوثيقة قامت الدنيا والناس عادت تتكلم وتشتموا واشنطن بوست وانتوا ازاي فيوم اول امبارح ايفن هيل الصحفي في واشنطن بوست يحصل على عدد اخر من التسريبات او الوثائق المسربة وينشرها في نفس الموقع الواشنطن بوست بيقول ايه بقى بيقولك ان الصفقة اللي كانت مصر تعملها لروسيا تعالوا نشوف كده الصورة مع بعض اتحولت بضغط امريكي لتسليح اوكرانيا بدلا من ان تزود مصر روسيا بالصواريخ وافقت على تسليح اوكرانيا اوقفت مصر خطة لتزويد روسيا بالصواريخ سرا الشهر الماضي بعد محادثات مع كبار المسؤولين الامريكيين بدلا من ذلك قررت انتاج بخيرة مدفعية لاوكرانيا وفقا لخمس وثائق استخباراتية امريكية مصربة لم يتم الابلاغ عنها مسبقا طيب مصر كده بتقولك ان عبد الفتاح السيسي على اي جنب بينور يعني روسيا عايزة منه صواريخ يلا نعمل روسيا ويقول لمحمد صلاح الدين وزير الانتاج الحربي بس اوعى الغرب ياخد داله بعدين امريكا تعرف وتتصنط عليه وتعرف الكلام فتروح تشدوا ادنه فتقولوا لا مش هتدي الروسيا فقول لها طب خلاص اعمل ايه قالوا لا تعمل الكلام لاوكرانيا يقولهم خلاص انا هدي الاوكرانيا بس ناخد منكم مصلحة فيبدأوا يتفقوا على المصلحة تعالوا نشوف مع بعض التفاصيل ليه وثائق مسربة من واشنطن بوست عن ان السيسي غير مصار صفقة سلاح من مصر لروسيا خلاها مصر اوكرانيا بعد ما امريكا مسكته وضغطت عليه فشل سياسة عدم التدخل اللي هو انا مش هتدخل في الحرب انا ماسك العصايا من نص انا مليش علاقة بحاجة لا الراجل اصبح دلوقتي بيتدخل وبيدعم الطرف اللي هيدعمه النقطة التانية هي ان السيسي تحت المرأبة الاخبار اللي في الوثائق دي بتقول انه تم التنصت على مكالمات او على محادثات لعب الفتاح السيسي وشعر بانه مراقب بعد لقائه بمسؤول امريكي وتحذيره لوزير دفاعه كمان تم رصده بشكل كبير الوثائق بتقول ان دور مصر اصبح ثانوي ان الخليج ماشي حاله كويس اسرائيل بتشتغل بشكل كويس لكن مصر بتروح للي بيضغط عليها وبتمشي وراه بشكل مباشر الاستفادة من صفقة روسيا كان انه من 1100 ل 1500 دولار لكل صاروخ ومعدات جديدة لكن الاستفادة من صفقة اوكرانيا انه هيتم دفع صفقات السلاح الامريكية والتغاضي عن حقوق الانسان وبالتالي احنا هنا امام نظام بيبحث عن مصلحته اينما وجدت مع روسيا هيروح لها مع اوكرانيا هيروح لها الولايات المتحدة تضغط عليه هيروح لها طيب ايه التحليلات اللي نشرت عن هذا التسريب ايه الكلام اللي قيل داخل تحقيق الواشنطن بوست عن هذه الوثائق تعالوا نشوف الانتقام الامريكي والاوروبي سيكون قاسي لو كان السيسي راح لروسيا بشكل مباشر كان يكون له تابعات كبيرة على الاقتصاد المصري المتزعزع ومصر معتمدة بشدة على روسيا في توفير القمح لكن مش عارفين بعد تغيير مصار الصفقة روسيا هتتصرف ازاي على مصر كمان التحليلات بتقول انه عملية التوازن ما بين دعم روسيا ودعم اوكرانيا بالنسبة لمصر هو امر صعب جدا جدا مصر كانت قوة تاريخيا جيوسياسية لها تأثير كبير في العالم العربي والشرق الاوسط وافريقيا لكن للأسف تحديات الاقتصادية والامنية جعلتها قوة ضعيفة للغاية وتعتمد على قوة خارجية للمساعدة والدعم وده افقد مصر توازنها وافقد مصر ثقلها الاقليمي بشكل كبير وده يمكن واضح اوي في قصة السودان المكسب الوحيد اللي نظام السيسي ممكن يحصل عليه ايه هو هو التغاضي عن ملف حقوق الانسان بتعقد الواشنطن بوست مقارنة ما بين موقف بايدن كمرشح لما قال لا مزيد عن من الشيكات على بيض لديكتاتور ترامب المفضل وبعدين كرئيس اشاد بانتظام بالحكومة المصرية ولا زال يوافق على صفقات اسلحة لمصر على رغم من مخاوف حقوق الانسان الخلاصة يا عمي انه عبدالفتاح السيسي مع من يدفع اكثر انا هدفع اروح لروسيا لانها بتدفع لي امريكا هتعرف هتقول لي ما تروحش وهنديك هيروح لامريكا وهياخد منها السعودية عايزة يعمل لها كذا عشان تديله فلوس هيعمل السعودية اللي هي عايزة الامارات عايزة مش عارف ايه هيعمل الامارات اللي هي عايزة ليس يعني مش كده الامور بتضار يا عبدالفتاح السيسي مصر اكبر من ده يا جماعة مصر مش سمصار عقارات مصر مش مقاول انفار مصر مش بفتحة مصانع تسليح عشان تدي اللي بيدفع اكتر ما ينفعش احنا كان لنا قيمة اكبر من كده والدليل الخمس تيام اللي فاته ان الجنوب بتاعنا بتوعنا فضلوا مع قوات الدعم السريع واحنا مش عارفين هما بيعملوا ايه